اصدر فضيلة الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين قرارا بضم معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الى عضوية مجلس حكماء المسلمين تقديرا لجهود معاليه وخبراته الطويلة في العمل الاسلامي وتأكيدا لدور المجلس الاعلى للشئون الاسلامية بمملكة البحرين وموقعه الريادي وما يمثله من نموذج طيب للوحدة بين المسلمين